بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين مرحبا بكم أبناء الطلاب مجددا في الدرس الثاني من الوحدة الأولى وهو بعنوان فصاحة الكلمة المفردة وفصاحة الكلام المركب في كتب البلاغة وفي مقرركم تتحقق فصاحة الكلمة المفردة بأن تكون خالية من أربعة عيوب لكي نقول بأن هذه الكلمة فصيحة فأول عيب يجب أن تتخلص منه الكلمات هناك أربعة عيوب إذا تخلصت منها الكلمة نقول عنها إنها فصيحة وإن جاء فيها عيب من هذه العيوب الأربعة نقصت فصاحتها وإن كان فيها عيباني كانت فصاحتها بعيدة جدا وهكذا حتى إذا اجتملت على الأربعة العيوب لم تعد كلمة فصيحة أبدا فأول عيب يجب أن تخلص منه الكلمة أو يتخلص منها المتكلم هي تنافر الحروف والحروف كيف تتنافر في اللغة العربية اللغة العربية كما تعلمون وجهاز النطق عند الإنسان موزع مخارج من الأمام ومخارج من وسط الفم ومخارج من آخره فإذا أدخلنا صوتا شفويا ووزعناه إلى جانب صوت لا ينسجم معه جاءت الكلمة غير فصيحة ومن هذا التنافر ما هو شديد منتهاه في الثقل ثقيل جدا بمعنى ثقيل جدا هنا نجد كلمة صمع مع لاحظوا أن وجود الميم وتليها العين الميم حرف من أول الشفتين يخرج من بداية الجهاز النطقي بينما العين يخرج من آخر الحلق وكونهما يتكرران في كلمة واحدة الميم وراءها عين والميم وراءها عين فإن هذا أدى إلى ظهور ثقل شديد في الكلمة أدى إلى تنافر الحروف مما يعني أن هذه الكلمة معيبة وليست فصيحة كلمة صمع مع ومن أشكال التنافر ورود صوت الضاد مع الشين أو الضاء مع الشين في كلمة ضش فهذه الكلمة تنفر منها العربية وينفر منها الاستعمال العربي ومن الأصوات المتنافرة أو من أشكال تنافر الحروف تنافر خفيف أخف من الأول ولكنه يظل تنافر مثل كلمة النقاح حيث جاء فيها صوت النون والقاف متجاورين والنون والقاف لا يختلفان عن الميم والعين كثيرا فالميم شفوي والنون قريب من جذوع الأسنان أي هو في بداية الفم جاء بعده صوت من قريب من الحلق وهو صوت القاف واختتمت بالحاء فأصبحت كلمة متنافرة الحروف غير منسجمة في الأداء اللغوي العربي ومنها كلمة النقنقة والمثعنجر وقد وردت في الشعر العربي فهذه الأصوات متنافرة وتأبى أن تأتي في كلمة واحدة فوجودها أو ورودها في الكلام العربي يؤدي إلى ثقل في العبارات وثقل في الكلمة وثقل في الجمل مما يعني أنها غير فصيحة فهذا هو العيب الأول أما العيب الثاني فله صلة بغرابة اللفظة العيب الأول قلنا تنافر الحروف وضربنا له مثلين المثل الأول من شديد متناهن في الثقل مثل صمع مع وضش والمثل الثاني خفيف خفيف الثقل مثل النقاح والنقنقة والمثعنجر أما العيب الآخر فغرابة اللفظ كيف يكون اللفظ غريبا غريبا على المثقف وعلى المتخصص لا تستطيع أن تعرف الكلمة إلا بالعودة إلى المعاجم المتخصصة والبحث الدائب فيها حتى تعرف المعنى ومن ذلك كلمة يعروري وكلمة مومات في قول الشاعر يظل بمومات ويمسي بغيرها جحيشا ويعروري ظهور المسالكي فهو يعني بمومات الصحراء لكن لاحظ أن كلمة مومات يعني تختلف عن الصحراء من حيث الغرابة الصحراء مألوفة ومعروفة ولا تحتاج إلى بحث في المعاجم حتى نعرف معناها أما مومات حتى المتخصص في بعض الأحيان يحتاج إلى العودة إلى المعاجم المتخصصة والكتب القديمة ليعرف معناها وهذا أيضا يؤدي إلى عيب في الفصاحة كون الكلمات الغريبة في الكلام كثيرة وكذلك يعروري يعني هو يريد أن يقول ويظهر أو يصعد ظهور المسالك لكن هنا أو يتحمل ولكن جاءت كلمة يعروري غريبة تحتاج إلى متخصص وباحث في المعاجم ليحصل على معناها أما العيب الثالث فهو مخالفة القياس القياس النحوي يعني النحاة أو اللغة العربية تعتاد على وزن معين أو صيغة معينة في النحوي أو في الصرف ولكن أن الشاعر أو الأديب أو المتكلم يأتي بكلمة على غير القياس ومنها كلمة نواكس في قول الشاعر وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصاري نواكس هي جمع جمع للمؤنث ناكسة والشاعر هنا لا يتحدث عن الإناث وإنما يتحدث عن الرجال فجمع نواكس للرجال جمعها على صيغة المؤنث فواعل فهنا خالف القياس بحيث أنه أولا يتعب المتتبع والقارئ في فهم معنى أو مقصده من كلمة نواكس التي هي خاصة بجمع الإناث ولكنه استعملها في جمع الرجال فخالف القياس ومن العيوب العيب الرابع الكراهة في السمع هناك كلمات يأباها السمع ويصبح هذه الكلمة ثقيلة تماما على السامع حتى السامع المتخصص في اللغة العربية منها كلمة الجرشة في قول الشاعر مبارك لإسمي أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب فالجرشة يعني الأصل لكن كان بإمكانه أن يقول الأصل عوضا عن الجرشة ولكنه حتى يستقيم معه العروض والوزن جاء بكلمة نابية غريبة إذن هذه عيوب عيوب متعلقة بفصاحة الكلمة المفردة أما فصاحة الكلام المركب فتتحقق بسلامته من أربعة عيوب أيضا العيوب الأول الذي يجب أن يتخلص منه الكلام المركب تنافر الكلمات مجتمعة ومن هذا التنافر من هذا التنافر ما يسمى بالمعاضلة اللفظية أي تقريب عدد من الحروف المتشابهة وتكثيرها في جملة واحدة أو في بيت شعري واحد ومنها قول الشاعر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر إذا أنا نطقتها بسرعة تشعرون بأن الكلام معاضل ومتداخل بشكل كبير جدا يوحي للسامع لأول وهلة بأن هذا الكلام غير منسجم وغير فصيح ومن العيوب التي يجب أن يتخلص منها الكلام المركب ضعف التأليف ضعف التأليف كقول الشاعر خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزن هذا الكلام هو فصيح ولا غبار عليه ولكن اجتماع ضميرين للمفعول في كلمة أعاضهاك الله أي أعاضها إياك يصلح في غير في غير الشعر ومنها يعني ما ورد في القرآن الكريم يعني جاءت في القرآن الكريم فصيحة فلما قضى زيد منها وطرا بعد عدو لنشط الرجيم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها هنا الضمير الها جاء بعد الكاف فكانت الكلمة فصيحة وواضحة أما مجيئها على هذا الحال في الشعر حيث جاءت ضمير الكاف بعد الها فجاءت كلمة غير خالية من ضعف في التأليف ومن العيوب التي يجب أن يخلو منها فصاحة الكلام المركب التعقيد اللفظي تعقيد في اللفظ ومنه قول الشاعر وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه فحتى نعرف ما معنى عبارة أبو أمه حي أبوه يقاربه نحتاج إلى ساعات طويلة حتى نفك معناها وهذا من باب تعقيد اللفظ أما العيب الأخير الذي يجب أن يتخلص منه الكلام المركب فهو التعقيد المعنوي إلى جانب التعقيد اللفظي سأطلب بعد هي سأطلب وليس سأطلب 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 هناك حرف الب سأطلب بعد الدار سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمودا يعني ما معنى جمود العينين بعد سكب الدمع ولماذا يعني لا نعرف ماذا يريد أن يقول لنا الشاعر فهذا من باب التعقيد المعنوي إذن هذه أربعة عيوب جاءت في فصاحة الكلام المركب وهي تنافر الكلمات مجتمعة ضعف التأليف التعقيد اللفظي التعقيد المعنوي وأيضا هناك أربعة عيوب لفصاحة الكلام المفرد هي تنافر الحروف غرابة اللفظ ومخالفة القياس والكراهة في السم هذه العيوب إذا تخلص منها المتكلم والكلام جاء الكلام فصيحا هذه هي محاضرتنا الثانية من الوحدة الأولى بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة